اشتركوا في القناة دم شرحا تفصيليا حول ترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2019 إلى 2021 ميلادية وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال شهر أكتوبر 2018 في مدينة نيويورك مستعرضا سعادته جهود مملكة البحرين وإنجازاتها وبرنامج الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإضافة إلى التعهدات الطوعية التي تقدمت بها مملكة البحرين لعضوية المجلس في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وأكد مساعد وزير الخارجية على سجل المملكة المتميز في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان ومكانتها المرموقة على الصعيدين الإقليمي والدولي في ظل تمتعها بمنظومة نستورية وقانونية وقضائية وإدارية متطورة ومتكاملة نابعة من قيمها الدينية والحضارية ومتوافقة مع المعايير الحقوقية العالمية في ظل النهج الأصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى